جامعة نبني الوطن من الجامعة نبني الوطن برنامج يوصلت الضوء على دور الجامعة وضرورة المراهنة على البحث العلمي للارتقاء بالوطن مع الدكتور طارق السالمي مستمعين الكرام تحية طيبة واسلام ومرحبا بكم حلقة جديدة من برنامجكم تعودت به من الجامعة نبني الوطن اذا اليوم الحقيقة حلقة استثنائية عن نظيف استثنائية نجم النجم نقوله اذا اليوم كالعادة طبعا هو في البرنامج معنتها نحكيه دايما على التعليم العالي نحكيه على البحث العلمي نحكيه على انعكاس البحث العلمي على المجتمعات وكيف ننهض بهذا الوطن العزيز من خلال المراهنة على البحث العلمي حلقة اليوم يرفقني فيها نوفل الشرطاني في هندسة الصوت ومحمد السيف بولعريس في الهندسة الرقمية اذا اليوم ضيفنا العزيز جانا من سفيقس من جماعة سفيقس هي الدكتورة الأستاذة الجامعية ابتسام بن عمارة وهي أستاذ محاضر للتعليم العالي ثم هي باحثة في المدرسة القومية المهندسين بسفيقس دكتورة ابتسام مرحبا بك شرفتنا وشرفت قيروين وشرفت إذاعة القيروين للصحة مرحبا بك وشكرا على الاستضافة ومرحبا بجميع المستمعين الكرام شكرا بركة لو فيك إذن أنا قدمتك على أساس أنك أستاذة جامعية ثم أنت باحثة بالمعهد أو المدرسة القومية المهندسين بسفيقس كانت فيما أنشتة أخرى أو حاجة أخرى في المقدمة تتفضل تعرفنا بذاتك بالضبط منها شكرا ابتسام بن عمارة أستاذة محاضرة بالمعهد العالي البيوتكنولوجيا بسفيقس وباحثة في المدرسة الوطنية المهندسين بسفيقس بخلاف البحث العلمي ودوري العلمي وواجبي حبيت أن نكون فاعلة وعندي أكثر أثر وتأثير وخاصة في التغيير الذي يجب أن نغيره اخترت في أبارتير من 2020 أن نقوم بتكوين في مركز الدراسات المتوسطية والدولية معهد تونس السياسة قمت بالتكوين سنة 2020 وتحصلت على المرتبة الثالثة في الدفعة الدفعة التخرج ما شاء الله في شنو الأختصاص؟ في الفورماشن اللي اختناها من معهد تونس السياسة كانت فيها متنوعة فيها تسكي قانون دستوري فيها المكروي كونومي فيها الكوميونيكاشن يعني ديتين متنوعين اللي يخليوك تتكون في مجالات مختلفة نعم مرحب بك يعيشك في النفو الثاني كيف كيف سنة 2021 قمت بالعمل على ورقة سياسات عامة اخترت العنوان والموضوع بحكم يعني اختصاصي وقربي من البحث العلمي واخترت موضوع نحو إدماج البحث التونسي في الدورة الاقتصادية عبر الاقتصاد الاجتماعي والتضامني نعم رغم الموضوع يعني كومبليكي شوية هو حديث النشأة نعم أنشئة سنة الفين واثنين فيها تروى ديبرتمان ثلاثة أقسام أقسام البيوتكنولوجيا والصحة نعم البيوميديكال والديبرتمان تكنولوجيا أليمنتر تقنيات الغذائية التقنيات الغذائية وفيه عدة اختصاصات البيوتكنولوجيا المتبقة في الصحة والمحيط وفيها الآليات البيو البيولوجية الطبية والبيوتكنولوجيا المتبقة أيضا في المواد الطبيعية بالنسبة للبحث العلمي يعني ريساما وقع فتح ديزينيو تيدو روشارش وحدات بحث عددهم 2 إلى 3 والبحث العلمي بدينا بشوية بشوية تأمين البحث العلمي في المؤسسة بخلاف هذية يعني عنا أكثر من مئة أستاذ في المعهد وطلب تقريبا 880 طالب ما شاء الله يعني هما الأستاذة اللي عندكم الكل دكاترة ولا فما أستاذها ملاحقيا من التعليم الثانوي عندكم معتا كيفش أقسم قسمين يعني عنا تقريبا 34 أستاذ ذا صنف A وال63 تقريبا أستاذ ذا صنف B نعم وثم دي كنت ومعنى تطلب متعاقدين متعاقدين مع المؤسسة إذن قتل صنف A كم؟ صنف A تقريبا 34 أستاذ 34 أستاذ يعني يعني إذا كانهم مثلا في اختصاص معينة ذا يسمح لكم بشتاءة تفتحوا مخبر بحث وليس وحدة بحث لأن الوحدة عادتان تقوم على صنف A فإن شاء الله تكونوا قاعدين تخدموا على إن شاء الله يعني المؤسسة فيها من الكفاءات ما يخليها تكون مشعة يعني في صفاقص نعم عنا من جميع الاختصاصات خاصة في علوم المحيط في الاختصاصات تسكي نعم نعم تثمين النفايات وبش نجيه للنفايات وصفاقص المدينة الجميلة طبعا النفايات هذه نخليوها من بعد نحكيوها إن شاء الله وجايينها معاك بشوي بشوي دكتورة طبعا كنا من اللول معناها كي دخلت في المقدمة قلت احنا الضيفة متاعنا اليوم استثنائي وفعلا استثنائي معنتها اللي أنا توب بش نقول لكم أنه الضيفة متاعنا اللي هي الدكتورة ابتسام بن عمارة متحصلة على ستة براءات اختراع إذن لما تقول أنت براءة اختراع بش نفهموا معتها السادة مستمعين الكرام على إذاعة القيروين للصحة إذاعة الحياة الفهم إذن براءة الاختراع معناها راه البيحث اكتشف حاجة مايش موجودة في العالم هذيش معناها براءة اختراع معناتها مسجلة باسمه أو باسم الفريق اللي عمل على البحث هذا وأينما ذهب في تونس أو خارج تونس إذن فهي ذيك باسمه حتى واحد عنده الحق ينسب العمل البحثي هذيك لنفسه إذن دكتورة فخور جدا وسعيد جدا باستضافتك وبصراحة يعني نحب منعتيك المجال بش تحكيلي على براءة الاختراع براءة براءة مثل ما قال المرحوم نصر دين بن مختار نصور قرطاج نسر نسر إذن توا معناها نحبك أنت توا براءة الاختراع براءة براءة تفضل شكرا بش نبدأ ساعة نشتغل يعني ضمن فريق بحث بمصغر عندي نبع مسؤولة على الفريق هذي اللي يضم أكثر من 14 دكتور وطالب في مرحلة ما بعد الدكتورة نعم يعني المجهودات هي مجهودات جماعية نشتغل جميعا ضمن فريق موحد واللي تام يعني اللي خدمت عليهم بش نبدأ التام اللي خدمت عليه في مرحلة الدكتورة نعم في مرحلة الدكتورة خدمت على واسيتك تترأس فريق البحث نترأس فريق البحث نعم اللي يضم تقريبا توانسة وعراقيين أيضا ننأثرهم في مرحلة الدكتورة نعم كيفاش بديت بديت في موضوع بحث اقترحوا دونك الأستاذة المرأة عظيمة ياسر نجيبها الزغل نذكرها بالخير نتذكرها بالخير وأحنا نوجه لها تحية من إذاعة الحياة تفهم رب يطول في عمرها إن شاء الله إن شاء الله في الخير إن شاء الله اقترحت موضوع البحث اللي هو اشتغلنا على دواء يستعملوه لمداوات الغداد الدراقية اشتغلت عليه وتبينت أنه الدواء هذية عنده أثار جانبية على الجنين دكتورة دكتورة أسف على المقاطعة ولكن معناتها نفسر شوية للسيدة المستمعين الكرام إذن قطلي الغداد الدراقية معناتها شنو هذوما معناتها الغداد الدراقية موجودة في النفو دي كو معناتها في العنق معناها ومسؤولة عن سمحني باللغة الفرنسية السيكريشون دي زورمان تيرويديين الهرمونات نعم الصنع الهرمونات الهرمونات هذوما هذية 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 مجال طبي هشنوها حليقة هذية بالبحث متاع سيتك أو الفريق العامل معك تفضلي فقط باش نفسر للسيدة المستمعين هذية كما قلت لك الموضوع البحث دي ما يختاروا المؤثر هذية كيفاش بديت بدايتي كيفاش بديت باش نحكي لك اللي احنا اللي تبينناه كنتائج وكيفاش وصلنا به معناتها حتى للفونداشون كناديين دولاتيغويد وفي تونس لحياته لمن تنادي لحياته لمن تنادي نعم تودو نادي المليح يبتل المليح يبتل هذي اتود جيتو في تتبعو وعملنا نتائج كي ببلي معناتها في دي جورنو أمريكا نجيو واتصلوا بنا تصلت بنا لفونداشون كناديين دولاتيغويد والدواء هذية وقع معناتها إلي 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 معناتها من الأسواق وقع سحبوا من الأسواق هو الدواء ذي وصلتوا لمرحلة الصنعة معناها دواء موجود أما تبيننا أثار الجانبية على الجانين خاصة يعمل تخلف ذهني ومضاعفات عند الأم وكذلك الجانين بالله دكتورة أمشي معايا بشوي بشوي أنت فما دواء قاعد ما بش نفسر السيد المستمعين يعني فما دواء مستعمل في العالم كامل في العالم فما دواء هذي نحكي عاللزاني دو ميل وقتش بديت أنا دو ميل سنك حتى الفين وخمسة الفين وثمانية حتى الثلاث سنوات طبع عمل جبار على الحكاية ذي معناها أنا نحب معتها نبسط شوي يعني فما دواء قاعد يتبع في العالم عملتوا عليه أنتوما بحث بحوث واكتشفتوا أنه دواء ذي عنده أثار جانبية على الجانين وعلى كذا وبالتالي أنتوما نرجع الكلمتك في تونس قتلي لحياة اللي من تنادي ولكن في أمريكيا ولا في الدول الأخرى معتها وصلوا أنهم سحبوه الدواء ذي اتصلوا بينا مثلا الفونداشن كندا لا في العالم كندا تصلوا بينا ومدوني الحقيقة عاونوني بالبيبليوغرافية عطاوني معناتها كل ما يلزم المراجع كيف كيف يعني استأنسوا بالبحوث اللي خدمناها وكنشوف هنا الثيقة الكبيرة معناتها من دول والإحاطة والإحاطة والعاونون برشا وكنشوف معناتها في تونس لحقيقة ما يسمع بك حد نعم كريمة ما يعرفوش أصلا في شنو تخدم وشنو قادر تقدم نعم بورطان الباحثين اليوم قادرين يقدموا الكثير والكثير جدا ثروة كبيرة في تونس نعم وحتى حد ما يعرف اللي الثروة هذي موجودة ونجم نستغلوها نعم كملي كملي في الدواء نكمل لك كملي في البراءة ذي اللي خذتوها في علاقة بالدواء لعند أثار جانبية هذي الموضوع هذي تسكر في 2010 بعد ما دوا سي يلا يتيرو تيريم الأسواق سحيبة سحيبة في 2011 كويسكو الاختصاص متاعي كل ما هو مواد كوسوسواء مواد معناتها توكسيك إلا فيها ضرر إلا فيها منفع سامنا نجمو نجربوها نجربوها على الفئران ونشوفوا مدى خطورتها وإلا إذا كان معناتها منتوج ما يضرش نعم هذي بصفة عامة ما فيش نخدمه احنا في 2010 تقريبا 2011 ومغرومة شوي أنا بالجرديناج عنا هدئة بلاي دكتورة بلاي ولو أنه معناتها بيش أحنا ديما رفه شوي على السيد المستمعين الكرام وعلى حتى أنفسنا معناها عليش ديما الفئر هو اللي يستعملوه في التجربة هل أنوة معناه خاصيته ولا الجسمانية تشبه للإنسان ولا ولا الفئر هكيك معناتها لا عليش الفئر دايما هو في مخابر البحث دايما هو معناتها ماكل على رأسه مسكيمة عليش خاطر احنا نقوله لمودال ماميفار الأقرب للإنسان بلظبط هذا حتى نحن استنتجت معناه هو أقرب واحد للبنية متاع للإنسان ونجمو نعملو سوكونابل الله يكون في عونه يعني نجمو نتصوره ماذا يقع عند الإنسان نجمو نعمل مقارنة نعم بلظب إذن نجيو للمبيدات الحشرية شفت ولاحظت يعني توا أنت كملت براءة ذي خذت فيها براءة اختراع كملت وين صبيتها براءة اختراع مش براءة اختراع عملت منشورات علمية في صحف دولية أمريكية وألمانية وعملت الدكتوراه دكتوراه 2010 وبعد ذلك بما أن الموضوع هذية كملت واجبي كما يجب وعملت الدكتوراه متاعي انتقلت اللي موجود في تونس وقلت نجمشي نقدم حلول في تونس للمشاكل الموجودة ديجا وبالصدفة في 2010 قلت لك أن لحظت أنواع المبيدات الحشرية الموجودة في السوق واللي أنواع كي شفت برشة بلدين أوروبية ممنوعة ممنوعة من الاستعمال نجيو لتونس نقا كل شيء مباح كل شيء موجود والمشكلة حتى اللي بيع في المواد هذه لا يعرف طريقة الاستعمال يدلك على طريقة الاستعمال أما المخاطر ما نتها مسكوت عنها المبيدات الحشرية والمسكوت عنها وإن شاء الله ربي يعفينا الناس الكل إن شاء الله ربي ينور ذاتكم مستمعين الكرام إذن نخرج وفاصل ثم نعود لموصلة الحوار مع ضيفتنا ابتسام بن عمارة من الجامعة نذن الوطن من الجامعة نذن الوطن برنامج يوصلت الظوء على دور الجامعة وضرورة المراهنة على البحث العلمي للارتقاء بالوطن مع الدكتور طارق السالمي مستمعين الكرام مرجعني لكم بعد الفاصل لموصلة الحوار الشيق مع ضيفتنا الدكتورة ابتسام بن عمارة اللي جاتنا من معهد العالي البيوتكنولوجيا بسفيقص نوجه لها تحية نجددولها التحية ونجددولكم أنتم التحية المستمعين الكرام ثم وأيضا لكل المستمعين بسفيقص عاصمة الجنوب إذن الدكتورة قبل الفاصل كنا نحكي عن المبيدات الحشرية معناها إن شاء الله ربي يحمي الناس الكل إذن واصل أن قلت لي أنت أنه في المبيدات الحشرية هذه معنات فمبرشة دول اكتشفت أنها ممنوعة ولا ما معنات سحبوها من الأسواق ومستعملوش ولكن في تونس قلت لي أنت معناها قاعدة تبيع معنات في أي مكان سواء كان في المحلات ولا على قريعة الطريق إذن وصل لي في النقطة ذي دكتورة جاءت يعني ما كانت صدمة بالحق معنات مبيدات حشرية اللي هي الاستعمال والبيع دون حسيب ولا رقيب وما ثماش بالحق رقابة حتى في الاستعمال وما ثماش حتى مثلا في البلدان الأوروبية يشوفوا معنات البقايا موجودة في الغلال في الخضر إحنا في تونس ما إحناش قاعدين نقوموا بها العملية هذية ما نعرفوش إحنا في البلا اللي ناكلوا فيه إسكو ثم مبيدات حشرية ما ثماش نتأثيرها هذي خطير جدا دكتورة بالله بعد إذنك المبيدات الحشرية اللي تقز عليها أنت معناها هي المبيدات المبيدات اللي يداويوا بها معناها في الخضر والغلال وإلا المبيدات هذيك اللي يبيعوا فيها مثلا نستعملوها للنموس أو الاثنين أنا أخص بالذكر المبيدات يعني البستيسيد الفانجيسيد هذو ما نتداوي بهم الشجر نتداوي بهم الشجر والحبوب إلا ما غير ذلك والحبوب والتصبير والآخر هذو ما أخذينا عدة أنواع يعني كل مرة تتباع هذه بشكل قانوني معناها في تونس قاعدة تتباع تتباع وموجودة بشكل قانوني بين الظفرين اللي هو أعلم ولكن تتباع قاعدة تتباع في المحلات يشري فيها الفلاحين يشري فيها أي واحد يشري فيها أي واحد عنده حديقة أي إنسان نعم عنده حديقة ما عندهوش استعمالات أخرى دونك حتى في الاستعمال إنسان يجهل مراحل الاستعمال والمخاطر وكيفاش يلزمك تلبس أبي حتى أنت يزمك تحمي نفسك من الكنتاميناسيون هذي الكل موش قاعد يصير منته هذي مراهو مخطر جدا نجيو للتأثير المبيدات أخذت برشة أنواع اللي هي موجودة في السوق التونسية يداوي بها الزيتون كونتر اللي نسميوها الفير دوليف الدودة اللي مثل ثمرة الزيتون كيف كيف أنواع أخرى يداوي بها العنب يداوي بها البطاطا إلى ما غير ذلك وتو نجيو على ذكر البطاطا ثم براءات اختراع بالمواد البيولوجية على البطاطا واللي توفر الموت من سوم حق البطاطا اللي اليوم واللينا نستوردوا فيها والبراءات هذية ما همش ما ناش قاعدين نستغلوا فيها والباحثين هذو ما قاعدين بطالة على ذكر البطاطا نعم به نرجعوا للاستعمالات اللي جربناه وشوفناه بالنسبة للمبيدات الحشارية ولهنا عندي أكثر من سبعين منشور علمي في صحف دولية امباكتين قلوا احنا معنات محكمة نعم حكينا فيها على المبيدات الحشارية وتأثيرها تسبب خاصة في اضطرابات في الدماغ وهنا اليوم ما نتسائلوش وما نتفاجئوش اللي ثم نسبة كبيرة من الأطفال اليوم تعاني من التوحد تعاني من الاضطرابات في السولوكية والاضطرابات في التعلم هذين الكل ما نستغربوه مش خطر هذو ما نسميهم يأثروا على نمو الدماغ يأثروا على الهرمونات ويأثروا أيضا على الصحة الإنجابية نعم ونشوفوا احنا كيفاش نسبة العقم والمشاكل أيضا الإنجابية كثرت في تونس نعم بالله دكتورة اللي هنين نتفاجئوها معاك فقط معناها ربما معناها مش معناها صلح لكي نيغال يعني توا احنا ناكلوا في الحاجات هذه اللي كلها فيها معناها يتسرب لها معناها مفاول المبيدات الحشرية وكل شيء وطبعا انتي قلت هذه عنده تأثير حتى على الدماغ وعنده تأثير ما معناها ربماها ستريس اللي عايشين واحنا عنده معناها دخل في الحكاية هذه ولا معناها خطر هو هو من اللي يبدأ رضيع وهو يبدأ يتأثر بالحكاية هذه معناها اكيد جدا نحنا نخدمه نخدمه على نسميوه ستريس اكسيداتيف ما شاء الله معناها أنا ملاحظ في بلسة في بلسة اللهم صلي عني بي اللهم صلي عني كل ما هو سبستانس تكسيك وإلا كمان هاكا المبيدات الحشرية عندها تأثير مباشر على توليد في الخلية ينتج عنه يا أما كنسير وإلا موت الخلية عافينا معناها معناها سرطان يا موت الخلية وهم معناها أحليا وما كيف كيف يعني كتفو من الخلية الحساسة في جسم الإنسان هي الخلية العصبية يعني كتموت الخلية العصبية ولا تتأثر الكونسيكونس خيبة برشا على خاصة على الأطفال والجنين يذي اللي هو في طور النمو اللي هي مرحلة حساسة جدا نعم يلزمها نمو معناها سليم للجهاز العصبي ونمو سليم للعظام وللجسم ما شاء الله وانت يذي عملت فيه سبعين نشرية علمية سبعين عشرية نشرية علمية اي بلا سبعين نشرية علمية في مجلات عالمية محكمة والناس أنا أنا عفوا سيد المستمعين معناها أنا أنا أحيانا يحزنني أنه معناها ده كدر متاعنا على درجة كبيرة من الكفاءة ويعني البحث الهلمي والبحث الهلمي ذلك طبعا يتنشر في مجلة عالمية تستفيد منه الدول تستفيد منه معناتها المؤسسات الصناعية وفي تونس معناها نستعملوه للطرق أنه كان أستاذ مساعد للتعليم العالي أولا أستاذ محاضر للتعليم العالي والوراق معناها تقعد غير مثمنة والأبحث ذيك في الرفوف يعني والله الشي حزن معناها فهمتني معنات أنتم عملتوا بحث العلمي وذي حكاية البطاتة وكيفش معناها ترجع تتبيع بسوم أقل برشة بليه عاود ركز عليها فهمتني خلي فماشي ما يسمع وخلي المواتن معناها هيقفتوا هيقفتوا بشتولي رخيصها ربما معناها بفضل البحوث العلمية القاعدين معتها يخدموا عليها دكاترتنا الأعزاء بالنسبة للبطاتة بش نكون دقيقة جدا نعم معطيني بكل دقة التكلفة للطن الواحد من بذور البطاتة المستوردة تتكلف 3000 دينار 3000 دينار التكلفة الهكتار الواحد من البطاتة أي ما يعادل يعني ثلاثة أطنان يعني من بذور البطاتة تتكلف 10,000 دينار نعم يعني عندما نستعمل المداوات البيولوجية اللي قتلك فيها براءات اختراع تونسية 100% 100% التكلفة الهكتار الواحد في حال يعني مداوات البذور بالمواد البيولوجية يتيح لل 5000 دينار يعني من 10 الـ 5 يتيح أموات يعني الانتاج هذية ولا المثال هذية في انتاج البطاتة المداوات بالمواد البيولوجية المتحصلة على براءات اختراع تونسية يعني أول حاجة مشجعة على المحافظة على مخزون العملة الصعبة اللي هو مهم جدا توفر الاكتفاء الذاتي معاش نستورده كل الدكتور الباحث اللي هو شفنا عامين معطلين في بهو الوزارة اللي حسب الاتحاد المعطلين عمل العددهم خمسة ليلة تقريبا خمسة ليلة معنتها معنتها يا أخي بقطع النظرة على أنه هذية كيف ما نقوله تتوفر العملة وبقطع النظرة على كذا وعلى كذا يا أخي أبسط شيء أن هناك الحاجة منتوج تونسي ومتأكد منها ومش بشيء بيولوجيا معناها متأكد منها لأ أنا نخلي معناها تكلفة الهكتار بخمسة ليلة ونمشي نجيبها بعشر ملايين ولهنية الحقيقة أنا ربما نتدلل على الزملاء التقنيين أنه في الفصل يحطولي لللير ياما لللير ياما تو هي هيتتكلف بخمسة ملايين على شك أنا نمشي نجيبها بعشر ملايين من بلاسة مجهولة وربما معنتها أنا كما نقول يعني من نجهل معنتها المواد المبيدات الحشرية اللي فيها وكل شي وقتلي الدكترة متاعي معنتها لانيا قادرين أنهم يتطوروا منتوج محلي يعني صحي والله أكثر من هك أخويا طارق معنتها في 2020 خرجت في ندوة حول البحث العلمي المشاكل والحلول في فيسفاقص وحكيت على بارشة مشاكل تخص البحث العلمي حكيت على البنك ناسيونال دي جين بنك البذور نعم البنك التونسي اللي تابع الوزارة البيئة البيئة وزارة البيئة قبل كان الفلاح في يزرع البذور وفي السبعينيات يزرع البذور ويخبي شوية بذور للعاملين بعده من اللي دخلت الدولة وتكفلت بالموضوع ولا تتخبي هي في البذور دخلت بعضها هي البذور معناتها فما بذور اللي يجيبوها من بره ما تعطيكش بذور تعطيك الغلة علش نجيب في الزيتون أنا عندي شملالي والمسكي وعندي معناتها زيتون يعمر مئات السينوات علش نجيب في المشات الاسبانية ما هو اللي اللي مش اللي في عينك أحلا من بره جاء يبدو أنه هذي ذي نستعملوا فيها بالعكس احنا يا أخي استهل كوتونس يا أخي أنا راني يا دكتورة أنا دكتورة معناتها شخص متفائل بطبعي معناها أنا دي ما نيثق في التونسي أنا صحيح رغم ما يقال ورغم من درشنوها وحنا 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 ولكن أنا عندي نظرة إيجابية هو المشكل شنوها المشكل المشكل أني الناس اللي تخدم في الكواليق معناتها في الخفاء الدكتور الباحثين الناس اللي تحب تطور من البلاد ما يسمعوهاش وما يش معروفة ولكن أنا ما نعتقدش أنه الدكتور متاعنا في كل المجاليات ربما المرتبتة بوزارة البيئة ولا بوزارة الفلاحة أنا ما نعتقدش أنا ما عاجزين على تطوير بذور تي بذور يا أخي بذور نقول نيش طيارة رو تي بذور تي من نجموش نعمل بذور نستحفظ عليها لعام الجاي إذن هي تندرج في سياسات متاع الدولة في اتجاه كذا وفي اتجاه كذا والله يجريها على الصلاح نعم آمين كيف كيف حكيت على وكالة حماية التونسية فيها يعني الطحالب اللي تخرج على الساحل نعم وتصدمت يعني في 2015 2016 تقريبا نسمع في الأخبار جايبين مكينة كبيرة بالمليارات بش تنظف اللي يزعلك من الطحالب البحر معني مكينة شارينة بش تنظف الماء من الطحالب ولا إذن اركز لي لنا والله يتبركل عليك مع أنت بصراحة كل مرة نجيب ضيف ولكن نتفاجئ مع أنت بالحاجات اللي يضيفها للحسة إذن أشرع ما أش اكتشفتوا أنتوما اللي قعدت نشوف يعني الطحالب البحرية المعروف في العالم يستعملوا فيها للأغذية معناتها هي مواد معناتها غنية جدا بالبروتينات بالأملاح المعدينية بالفيتامينات وبخلاف الاستعمال يعني يستعملوا فيها في الاستخراج العديد من المواد الطبية وغيرها نعم يعني على أقل الدولة كي بيش تنظف هالسواحل وإلا لك وتخرج مواد عليش ما ترجعش فلوسك أنت تستعملهم تعمل تثمين لهالمواد هذية كيفيش كيفيش التثمين نعم أحنا بديت الفولي آخر في تقريبا 2015 نعم الطريق آخر طيب أحنا التقوى في الثالثة اي في الثالث في الثالث بارا مزيل وثلاث عليش الثالث على خاطر أحنا ديما البحث العلمي نطلقه من الواقع متاعنا طبعا الواقع متاعنا ديما ثم مشاكل بيئية مشاكل صحية مشاكل أحنا هالمشاكل هذي نحاولونا نلقوها حلول كما مثلا داعش اللي هو الكراب بلو اللي في سنوات الفارتة إلى أنفاي الجولف دو جابيس وثم برشة بحارة قطع لهم رزقهم خليج جابس أي خليج جابس شسمو اسمه داعش نسميه باللغة العمية وكراب بلو باللغة الفرنسية نعم ويجي للشبكة يقطعها واللبرشة بحارة رزقهم تقطع نعم أنتي هالهذا الكراب بلو عليش ما تثمنوش وتخلق موارد رزق أخرى نعم للبحار والغيره إذا كان البحار يقول لي يصطاد الكراب بلو اللي تثمينه هات خلقت له أنتي موارد رزق أخر هو كالسرطان اللي يمشي على جنبة ذاك هو الكراب بلو هو الأزرق مع السرطان الأزرق أي هذيك يجي تغييرات مناخية وتغييرات دونك اللي بيئية هيك عليش توجد في تونس على سرطان ممون وموجود الحد الآن هذيك فيش يصلح هذيك خرجنا منه مواد حافظة المواد الحافظة احنا نجيبوها بالعملة الصعبة من البلدان الأوروبية والبلدان الأسيوية وهو جيك واحده ليه ومشه جيك كاكاو وجيك يمشي على جنب صحيح هو والقشور متاع القشريات وإلى ما غير ذلك احنا عنا مصانع وعنا ما شاء الله يعني من المصانع العنا مصانع في تونس في الصفاقس في الصفاقس اللي تصدر تسكي أسماك وتسكي كروفات نعم أما دي الشي متاحها وين ماشيا الفضلات وين ماشيا وين ماشيا وين ماشيا ما نعرش اتو نجيوها الفضلات وين ماشيا أصبر عليها شوية اتو نجيوها إذن مستمعين الكرام نخرجوا فاصل ثم نعود لموصلة الحديث مع ضيفتنا ابتسام بن عمارة من الجامعة نبني الوطن من الجامعة نبني الوطن برنامج يوصلت الزوء على دور الجامعة وضرورة المراهنة على البحث العلمي للارتقاء بالوطن مع الدكتور طارق السالمي مستمعين الكرام تحية طيبة عدنا لكم من جديد لموصلة الحوارة مع ضيفتنا الدكتورة ابتسام بن عمارة اللي جاتنا اليوم من المعهد العالي ببيوتكنولوجيا بسفاقس نجددوا لها التحية وتحية أيضا لمدينة مستمعين في مدينة اسفاقس المدينة الجميلة إذن دكتورة قبل الفاصل كنا نحكي وعلى الفضلات أجلك الله وأجل السيدة المستمعين الفضلات هذه متع الأسماك ومتع هذه المعطة سرطان الأزرق وغيره معنتها قطلي أنه فما إمكانية لتثمينها أو استعمالها في مجالات متعدن خليلك بشتفسر لشني المجالات إذن ولكن احنا في تونس فاش قاعدين نعمل هل قاعدين نستعملوا فيها ويبدو أنه معنىها عندك فيها حتى برأة اختراع هذية وأنا لهنية معنتها فجبت لنا أنت معنتها تبارك الله جبت لنا هذية معنتها جائزة أحسن مشروع في البيوت تكنولوجيا هذية وقتش وقتش اخذيته دكتورة هذية الجائزة هذية هذية الجائزة أولا خلينا نحك على موضوحها هذية استخرجنا مواد أو أفلام مركبة مستخرجة من الطحالة بالحمراء نعم وطبقناها كضمادة لشفاء الجروح والمفعولها أسرع حتى من الأدوية الموجودة في الصيدليات هذية المشروع هذية من خلال يعني البحوث العلمية خرجنا حاجة نجم نطبقوها ونجم نستعملوها في تونس واخذينا بالمشروع هذية الجائزة أحسن مشروع نعم في تونس في سنة 2021 وكيف أحسن مشروع أحسن مشروع في البيوتكنولوجيا في 2021 في تونس نعم نعم وهذو ما يعني تحصلنا كذلك على براءة اختراع يعني في نفس الموضوع من خلال تثمين المواد المستخرجة من التحالب البحرية وكيف كيف من السرطان الأزرق الكربة بلو نعم بالله هذه نقطة هذه نحبك تركز عليها إذن هل تثمين الحاجة هذه الطحالب ولا السرطان الأزرق وكذا هذه قطيفة من فضلات تستعمل لكذا نعطيك وفاش تستعمل فاش تستعملوها الفضلات هذه بالنسبة اللي عملنا كما نقول خلطة بالنسبة للمواد التي استخرجة من السرطان الأزرق وكذلك الطحالب الحمراء الخلطة هذه قادرة على أنها تساهم في الإفراج عن الأنسولين وجعله خاضع للرقبة نعرف أحنا الأنسولين متعلق بمرض السكر نعرف أحنا الأنسولين يعطي مفعول فيسع مباشر داخل الجسم ويلزم المريض الراقب وكمية الأنسولين اللي تكون في جسمه أحنا من خلال هالمواد المستخرجة من سرطان الأزرق والتحالب الحمراء قادرين على استخراج مادة ميكستور معنى مختلطة مختلطة اللي هي قادرة تراقب كمية الأنسولين في الجسم الإنسان ونعرف قديش الكمية اللي يجب نعطيها المريض ونقصله ونزيدله إلى ما غير ذلك يمكن حتى لو كان عندكم تكون فيما اتفاقية شراكة بينكم بين وزارة الصحة والسادة الأطباء يعني ربما توصلوا لحاجة معنى واصلا أنتم وصلتم يعني أخذيتوا براءة اختراع والله المشكلة ما يسمعوش بنا وما يعرفوش أصلا اللي عنا براءة الاختراع في الموضوع هذية والمشكلة يعني في تونس كاملة اللي الباحثين ما شاء الله يعني يخذوا في مواضيع مختلفة وعندهم من النجاحات يعني أنا حتى شيء قدام برشة برشة باحثين في تونس براءة الاختراع هذية دكتورة شوف براءة الاختراع وين تثبته هذية في اللي نوربي نعم بضب خلينا نقول لك حاجة راو إذا كان منتوج معين أو اكتشاف علمي معين خذاء براءة الاختراع راو معناها حتى المصنع حتى اللي بيش يصنع معترجل الأعمال اللي يحب يحل المصنع راو معادش عندك ما تناقش راو في الكفاءة متاع المنتوجة ذيك لأن المنتوجة ذيك راو خذاء براءة الاختراع وبراءة الاختراع مش سهل عطيانها يعني أريد تعد على اللي جين وحتى اللي جين دولي وكل شي إذا كان باحث وصل لخذاء براءة الاختراع في تثمين هالفضلات متاع منتوجات البحر في ربما مراقبة كمية الأنسولين في جسم الإنسان فعلى الدنيا السلام ما عادش عندك ما تناقش تقول ندخل في الريسك ربما ننجح ربما ما ننجحش ما عادش تدخل في الريسك والله ينعطيك أكثر من هكا عن الباحثين اللي يخدموا على الفيتورة متاع الزيتون الفيتورة متاع الزيتون اللي هي تسبت في حوادث أصلا يعني في تونس وخدموا على تثمينها وخرجوا مواد كما نقوله جواش ألوان وكل طبيعية مش السابون يقولك يطلعوا منها السابون طلع منه برشا حاجات مش كونش ماناتها السابون نحن هنا قاعدين نطلعوا منها في أهم حاجة وهي نرميوها في الشارع ونزعجوا بهالناس وفي شوية ذيك والدكتور هذية أمين الغرياني يعطي صحة تحصل على براءة اختراع دولية في فرنسا وتكرم العديد من المرات في فرنسا واخذها برشا جواز لكن السيد أمين الغرياني الدكتور أمين الغرياني تحية من إذاعة القيروان للصحة تحية على مجهودك الجبار وطبعا هنا تقريبا فهمتش بشتتقول أنت معناها اخذها براءة اختراع دولية ولكن في تونس ما يعرفوه والله باما بحكم هو خرج في خطر جوائز دولية خرج في بوكودو ميديام أما نحكيه على التثمين على بالضبط احنا رأوا ما نحبوش نكونوا سلبيين ما نحبوش نكونوا أحنا سلبيين نحب نقولوا معناتها ربما المليح يبط وشاء الله الدولة معناها متعنا تعطي القيمة اللازمة لها البحوث العلمية ذي هو بقصد تثمينها في المنسوج أو النسيج الاقتصادي التونسي معناها وفي البيئة خيمون نهار كل يحكيوا على البيئة على البيئة هاي ناس قاعدة تخدم لكم على البيئة إذن على الأقل هو له طالب فلوس له طالب ترقي له طالب حد شي هو طالب أنه نتيجة أو عصارة البحث العلمي اللي يعملها يا أخي يستعملها بشو على الأقل موتيفاسيون تحفيز بشو يكمل يبحث أكيد يعني بش نكملك على البراءات الاختراع استخرجنا أيضا مواد من التحالب الخضراء والحمراء وكمواد يعني حافظة للأغذية كما قلت لك المواد هذه الحافظة بيولوجية أي بيولوجية طبعا ما فيهش يعني خالية من المواد السامة وقع تجريبها يعني بالشراكة مع مختبرات في فرنسا ومختبرات أيضا في المغرب وتم التأكد من سلامتها وكيف كيف عملنا بها براءة اختراع كيف كيف يعني استعملنا مواد خرجناها من التحالب لتعديل ارتفاع الكوليستيرول في الدم يعني اتخفض الكوليستيرول في الدم انسولين وكوليستيرول وكوليستيرول وروحنا يعني ما بين نحنا كل مرة اللي نستخرجوه كسوام التحالب وإلا من السرطان الأزرق هذو كل واحد عنده الاستعمال يعني وين ما ثم استعمال نوجه البحوث متاعنا نعم في التجاه معين نعم هذية دونك التحالب الحمراء اللي خرجنا منها أفلام مركبة يعني قصد تطبيقها في شفاء الجلد شاركنا به الموضوع هذية في معناتها جائزة جائزة أحسن مشروع في البيوتكنولوجيا هي في 2021 2021 نعم نعم معتما في أيام أربع وخمسة نوفمبر بحضور يعني جهات فعلة في قطاع الابتكار ونعرف تونس معنى شهرين معنى شهرين جديدة معنى ما يقول لك شحاجة أكل عليها الضهر وشرب هاي جديد هاي جديد نوفو نوفو معنى تغكن لنا السبق الصحف في الحكاية ذي وكما قلت لك حضور جهات فعلة في قطاع الابتكار في مجال التكنولوجيا ونعرف تونس في قطاع الابتكار رأي تحتل المرتبة الثانية عربيا والمرتبة 13 عالميا عندها ما تقول في مجال الابتكار وفي مجال المعرفة طبعا ما فيش مجال للشك يعني تونس والليده برجالها وبنسيها والبحث العلمي متاعنا ما شاء الله ما شاء الله التقعد الحكاية غائب ولهنها ربما كان ندخله في الموضوع ذي موضوع طويل ولكن هل القطاع الخاص هو ليجي ويستغلها براءات الاختراع الذية ويصنع منها ويحلب منها ويخدم الناس أو الدولة هي اللي معناها تعطي قيم الحاجة هذه فهذه موضوع كبير معناتها إن شاء الله نحكيه فيه وإذا كان عندك ما تقول فيه تفضل طبعا قبل قطلك حكيت معناتها فيه مناسبات تعديدة على مخاطر المبيدات الحشرية وعلى تثمين الطحالب البحرية وبرشة موضوع أخرى لكن المشكلة تبقى وين يقول لك أنت كباحث أعطيني التكلفة أعطيني مثلا المبيدات الحشرية شنال بديل أحنا مشينا في البديل وخدمت أنا شخصيا مع مركز البيو تكنولوجيا بسفاقص مع فريق آخر على صنع دي بيو بيستيسيد معناتها مبيدات بيولوجيا مبيدات بيولوجيا وتمكننا من صنع هالمبيدات وعملنا حتى تقريبيا تكلفة اللي ما تجاوزش مئة وثلاثين مئة وثلاثين مليون معناتها تسمع حكاية فرغة نعم أفيك المياه المستعملة نجو نستعمله لدي الشي متاع الفضلات المعامل نعم المصانع المصانع نعم أفيك نسميه المكينة فيرمونتور معناتها وتخدم بالبكتيريا والبكتيريا تاخد الماء متاع المصانع وتنتج قيلة التخمير ربما صحية لا اكزاكتما وتخرج الهذية البيو بيستيسيد يعني تكلفة ريان دوتو تكلفة حتى المشكلوين المشكلة يزم سياسات للسياسات العامة للدولة تتوجه معناتها نحو تثمين البحث العلمي عن أولويات نحن في القطاعات اليوم تونس حتى تجي تشوف البلان سراتيجيك متاع وزارة تعليم العالي والبحث العلمي تقى من الأولويات تثمين المياه والطاقة واللكوتوسكي في لاحة هذوما من أول الأولويات وهذوما زادة في علاقة كبيرة بالبيئة يعني البيئة يعني أنت لما تستعمل مبيدات حشرية ضارة مش تضر الخضر والغلال أكيد لكن زادة مش تضر البيئة وربما تضر الطربة اللي هي مزروعة فيها كل شيء ونحل أيضا نحل بتبيع هو نحل معنى كر مربي حتى حاجة معنى ملوثة ما يكلاش إذن هنا عندكم عندكم جائزة أخرى أخذتوها معنىها في تظاهرة عالمية إذن التظاهرة ذي معنى بالاشتراك بين كلية العلوم عين الشرق بالمغرب ثم الجامعة العربية لعلوم البحار اللي هي معنىها ديمة الحكاية هذه بين 23 و24 ماي 2021 وخذيتوا معنىها الجائزة فيها إذن هذه لو كانت تحكيلي عليها الجائزة هذه اللي خذيتوها في أنا إتار شنو موضوعها إلى آخر إذن في مدينة مرسيليا في فرنسا وقع تنظيم المؤتمر السيدس للتنوع البيولوجي والتكنولوجيا الحيوية نستسمحك دكتورة إذن هذه مضطرين نخرج فاصل تواذية نحكي عليها بعد الفاصل إن شاء الله من الجامعة نبني الوطن من الجامعة نبني الوطن برنامج يصلت الظوء على دور الجامعة وضرورة المراهنة على البحث العلمي للارتقاء بالوطن مع الدكتور طارق السالمي مستمعين الكرام نجدد لكم التحية بارك الله وفيكم على متابعة إذاعة الحياة فهم إذاعة القيروين للصحة نواصلوا حديثنا مع ضيفتنا الدكتورة ابتسام بن عمارة اللي جاتنا من جامعة اسفيقص إذن كنا نحكي وعلى الجائزة قبل الفاصل كنا نحكي وعلى الجائزة خذتوها في إطار معناها البحوث العلمية التي تقومون بها إذن شنية الجائزة ذي اللي خذتوها الدكتورة كما قلت لك في مدينة مرسيليا وقع تنظيم المؤتمر الدولي سيدس للتنوع البيولوجي والتكنولوجيا الحيوية أيام 23 و24 مي بمشاركة أكثر من 120 باحث من دول مختلفة في فرنسا أمريكا إلى ما غير ذلك وتحصلنا لتحصل فريق البحث المتكون من الدكتورة مروى الغرياني الدكتورة أمال لفقي الأستاذ والدكتور بالصصابر المصمودي تحصلنا على الجائزة الثالثة للتميز العلمي إثر تقديم دراسة أجريت حول مبيد حشري وقع جلبه حديثا لتونس على الصحة الإنجابية وتبيننا يعني من خلال النتائج تعمقنا برشا في النتائج والبحوث ولقينا مدى خطورة لهذا المنتج في زيادة التعقيدات المتعلقة بتأخير الإنجاب عند الذكر علما يعني أن هذا المبيد وقع يعني تحضير استعماله في ألمانيا والنمسا وفرنسا وسويسرا في الدول هذه اللي ما فيه من تهديد أولا للبيئة أو للحل كما كنت تحكي وكيف كيف فيه يعني تهديد لصحة الإنسان وهذا يعني العمل والموضوع اللي اشتغلنا عليه أول مرة يصير في العالم يعني لم يقع يعني احنا نقول معناتها قبل ما قام حد بتقييمه قبل إذا نخدم عليه الفريق فريق البحث اللي تابع للمعهد العائل بيوتكنولوجيا بسفيقس ونوجهولهم تحية لهنا اللي هما مروة غريانية أسمى حمزاوي إيمان بالرابح أمل الفقيه أونس بوتوارة سابر المسمودي وطبعا ابتسام بن عمارة اللي هي المشرفة على فريق البحث والله أنا من هنا نستغل وجودك معي ونوجه لهم تحية كبيرة برشا ونشدوا على أيديهم اخدموا على رواح كمري تونس تونس محتاجت لكم وحتى كان البحث متاعكم إلى حد الآن لم يقع تثمينها سيصلت عليها الضوء وسيقع تثمينها إن شاء الله يوما ما إذن الدكتورة بالله معتها أنا الحقيقة معتها الموضيع معك شيقة وكلها معنيها مهمة جدا أنتوما تبرك الله هاكم تخدموا معنيها على البحوث العلمية ومعنيها بصراحة حتى البحوث اللي تعمل فيها في عالقة وطيدة جدا مع حياة التونسي حياة المواطمة التونسي وحتى أنكم معنيها وصلتوا حتى للأسعار معنيها ربما أنتوما كي تستعملوا كان الدولة تثمن البحوث متاكم ربما حتى أسعار بعض المنتجات ترخص ولكن المدينة الجميلة سفيقص سفيقص المدينة الجميلة تعاني من الفضلات أجلكم الله يعني لهنها بصراحة أنا زورتها طبعا أي واحد زارها سفيقص مدينة جميلة أنا حتى كنت نخدم البر أنا خدمت البر حتى كنت نقول لهم معناتها من تونس يقولوا سفيقص يعني يعرفوها معروفة حتى البر المدينة إذن لهنها أنتوما كباحثين ما عندكم مش حل المشكلة النفايات هذه الحقيقة أولا المشاكل البيئية تم تونس كاملة يعني قبل كنت نتعدى من المصب كانت مدينة سوسة السياحية وما أدراك تدخل تدخل تلقى قبل ما حولوه المصب أما توقع دين للساشيات معناتها منظر ماهوش جميل ولا يليق بمدينة سياحية كيف كيف سفيقص يعني ثاني عاصمة يعني في في تونس ومع وزنها الاقتصادي ومع يعني الكفاءات اللي موجودين في السفيقص عندهم الحلول مش ما عندهمش موجودة الحلول عند الباحثين يعني يمكن جيو نشوفه في اللينيس فقط نعم مدرسة قومية المهمسين في السفيقص اللي فيها يعني مخابر بحث متعدة وعندهم أكيد الحلول لجميع المشاكل نعم نقوله البيئية والتثمين إلى ما غير ذلك به لكن المشكلة اللي هنا مشكلة استراتيجيات مشكلة فيزيون تع دولة نعم انتي وين توجه أولوياتك واسكو مش الفايدة زادة تعملي أولويات وكلامها يعني فصفاض ما غير ما تحط للآليات المسؤولة عن تنفيذ برامجك نعم يعني ساهل ياسر أنا اليوم نجي نقولك الأولوياتنا المحافظة على الطاقة المائية والأولوية للفلاحة أما بأي آليات ستنفذ هذه البرامج نعم اليوم من الضروري أننا نحكيه على انفتاح على المحيط الاقتصادي هذه الكلمة ذية الكلمة ذية في التعليم العالي كل ضيف نجيب وقال هذا الانفتاح على المحيط الاجتماعي والاقتصادي والصناعي لآخري لكن لكن اشكون مش مخليكم تنفتح ما يسمعوكم مش معناها لا مش ما يسمعوناش المشكلة موجود يعني الشراكات بين الباحثين نعطيك الساعة برشيفر لونس عنا قرابة 9000 دكتور مرسم يعني في مرحلة الدكتوراه معه ماجستير بحث عنا تقريبا 10000 دكتور متحصل على الدكتوراه وعنا تقريبا 629 مخبر ووحدة ومركز بحث نشوف هل الارقام هذية وهي تنعطيك الشراكات من جهة اخرى مع المؤسسات الاقتصادية نجي ونشوفه اعلى نسبة اللي هي 2019 نقاوم 130 شراكة فقط يعني شوف انتي نحكيه على الاف الدكاترا و629 مخبر وحدة بحث وفي المقابل اللي هي اعلى نسبة 2019 130 شراكة فقط 130 شراكة تحكي على تونس كاملا تونس كاملا تونس كاملا مش على سفيقسة لا تونس كاملا نحكي 130 شراكة فقط زيطا فقط هذي كمعناتها اقصى حاجة وصلنا لها في 2019 نوك نشوفه الرقم هذية نقول وراه ثم علاقة فاترة جدا بالمؤسسات فاجأتني رو بالرقم هذة فاجأة رو الدولة رك تحكي على الدولة نحكي على الدولة اللي هي ما نعطيك مثال جامعة السواث في بريطانيا نعم اللي هي مثال يحتذى به في العالم عاملين شركات نعم ومخابر تنتج البحوث العالمية اللي صالح المؤسسات وإلا شركات يعني شركة تصرف على البحث العلمي والبحث العلمي يوفر المنتوج مثل شركات الانتاج في السينما وفي كذالي موجودة عنا هذا نرى موش يصير في تونس حتى رحنا انتي البحث العلمي لوه ماهوش كيما قلت انتي باش تترقى وباش تاخذ تعمل منشورات علمية يعني دكتورة بالله بالله اسف على بقاسة معتر انبسطوا للسادر مستمعين يعني توا انتي الدكاترام تاعنا في المعهد متاعكم في البيوتكنولوجيا أو غيرها في المدرس القومي المهندسين أو غيره ينجموا يعملوا حلول مشكلة النفايات ولكن 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 هل هي تعرقية اللي دولي بالدولة فما ناس مساعدهش تونس تقدم فما ناس مساعدهش تونس تنجح يعني 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 يوصل واحد يعرق الدولة اللي اني مختلف معاك سياسيا معني انا اندمر البلاد والله يثم برشة نقاط اولها يعني المناخ السياسي اللي هو غير مستقر في تونس نعم اللي هو ما يشجعش على الاستثمار وقعدنا يعني مدة ماناش لهين باش نقدمه نعم قعدنا لهين مشاكل اخرى اللي لا تعني المواطن ولا تعنيني انا كباحث ولا تعنيني كدكتور يعني هذي من جهة من جهة اخرى الدكاترا بصفة عامة عندهم مشكلة في التكوين يعني الطالب يختص سكيما في مجاله لكن تنقصوا مثلا ثم مواد ضرورية يزمك تسلحوا بهم باش نجم يخرج دالمحيط ينجم يعمل مشروع ينجم يكون عنده يعني ما يلزموا الكل باش نجم يحل يعمل كرياسون دون تربريز باش نجم شنو نقصوا نقصوا المجالات الانتربريناريا الكرياسون دون تربريز المجال القانوني زادة مهم جدا الكميونيكاسيون تواصل مهم جدا هذي الكل اللي بصراحة يلزم الجامعة ومش حتى الجامعة الجامعة قاعدة تقوم بدورها وثم دي كلاج ما بين الوزارة التعليم العالي والجامعات تونحكيوا عليه اما يلزم سلطة الاشراف تاخد تمشي وطني برنامج واضح وفيزيون نقطة معناتها نسطولها وبالله باش نحل بارانتاز على حكاية البلان ستراتيجيك كنجي ونشوف البلان ستراتيجيك في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وانا حلت التصميم الاستراتيجي نعم اتفاجأت حتى المخطط التنموي المخطط التنموي نعم ما تجاوزناش كلمة سنسعى سنعمل قعدنا في نفس الكلمات نعم ما غير تحديد الاليات تو انت هاي النية طيب هاي النية طيب لا تكفي النية باش نبنيو باش نبنيو بلادي احنا نحكيو على ثروات انت عندك ثروات بشرية ونورمال ما يزمك تستغلها باش تطور يعني الوضع وتحسن الوضع والمناخ نعم نجيو للبلان ستراتيجيك اللي يفاجأني اللي هو في بلان ستراتيجيك مثلا بالمقارنة مع الدول الاخرى يعطيك يعني وين يحب يوصل مثلا في الفين وخمس وعشرين باش نوصل العدد الفلاني متاع الطلبة الاختصاصات الفلانية في علاقة بسوق الشغل ويعطيك ارقام يعني يحددلك بالضبط وين كان وين باش يوصل نعم في تونس ما عنيش هيدا تحل البلان ستراتيجيك تقاليتها دوليو يعني وقت توصيف للواقع نعم هاو شعنا طلبة شعنا مؤسسات شعنا ما حاش نيش بهذا حاشتنا احنا انتي ترمي بعد خمسة سنين عامل البلان ستراتيجيك بعد خمسة سنين وين تحب توصل والمؤسف اللي عنا السيدة الجامعيين اللي هما قادرين باش يخدموا اللي بلان ستراتيجيك والجسيون دوريسك والتقييم الاولي والتقييم في الاخير نعم وهذا ما امثال الاستاذ نحي والدكتور ايمن قديرا اللي هو في فرنسا نعم وثم معناتها من الاسيدة الجامعين قادرين يعاونوك ونعرفوا احنا الاسيدة الجامعين يخدموا برشا بنيفوال ما احنا راهو في تحية طيبة للدكتور ايمن قديرا في فرنسا راهو احنا نخدموا في ليجان بلاش فلوس معناتها ليجان تازو وابليتاسيون متاع الدكتوراه خدمت انا شخصيا في البلان ستراتيجيك في جامعة السفاق كنت عضو في النائب رئيس كيف كيف احنا اللي نطرحوا البرامج في المؤسسات يعني الجامعية ونعملوا الريابليتاسيون تأهيل زادا متاع البرامج يعني بارشا خدمة نقوموا بها بنيفوال ما يعني انتي كتعيطلي وتستشيرني ما وفي مزين حسناتك الحمد لله المؤموة الواحد يخدم وضميره مرتاح وحس روح وقعد يقدم في حاجة تنفع البشرية وتنفع لعبات وسننباش كليوم تعيط وزارة البيئة للباحثين وإلى تعيط الأسيدة مختصين والوزارة تعليم العالي راهي بش تلقى كان العون من الأسيدة هذو ما خطرنا مستمسين بالله بالله العمل التطوعي ونخدموا معناش احنا بالفعل تكاتر الباحثين دايما يشتغلوا حتى في الإيجازة يمشي يخدم الحلول راهي متعدة يعني الحلول اليوم إذا كان أول حاجة يزمها تمشي فيها الدولة إحداث منصات وطنية حتى يتسنى للمولين يعني وأصحاب الأعمال والمؤسسات التعرف على المنتوجات العلمية كتب دعنا بلاتفارم ناسيونال رقمنا في إيطار رقمنا الإدار هذي تنجم تقوم بها وزارة تعليم العالي والبحث العلمي نعم تحط منصة فيها البحوث العلمية براءة الاختراع حتى الممولين وإلا أصحاب الشركات وإلا اللي عنده مشكلة معينة ينجم يطلع على البحوث وينجم يعني يتصل بالبحث ويلقى الحلول مباشرة حتى ما ما نسهلوا على الطرفين نسهلوا على الطرفين كيف كيف يعني توجيه الأنشطة متع هيكل البحث نحو الأولويات الوطنية ولهناء تونس من رأي الخاص يعني محتاجة أنها تقف على سقها في قطاع الفلاحة وفي قطاع زدى للبيئة اللي هو مهم جدا وفيه برشة مشاكل وتراكمات إلى ما غير ذلك هو توعى لحكية البيئة في ساعة ثلاثين ثانية معناها يقولك أنا نركز على الفلاحة والسياحة السياحة روما يجيك حد إذا كان بلادك معناها مش مع تلبيئة غير مع تلبيئة نقصده منحبوش نقوله يعني غير ملائم ونكتفي بالكلمة هذية أحتراما لذوق المستمع أنا اللي نعرف من لا يملك غذاءه لا يملك لا استقراره ولا مستقبله يعني اليوم داخل حتى في الأمن القومي بطبيعة أنت ما تأمنش غذائك يعني كيفاش تحب تحافظ على استقرار بلادك وعلى الأوتونامية متاعك كيفاش نقزمك تعطي أولوية الفلاحة وخاصة تونس الخضراء من زمان يعني مسامينا تونس الخضراء وبلاد الحبوب وبلاد القمح وبلاد الزيتون أنا أغنى عليها سريد لا ترش الله يرحم لا عنا ما زال عنا احنا اليوم ممكن نعطيك موقع أمازون مثلا نعم يبيعوا فيه الكيفاشوما الازكستريم متاع النباتات متاع نعم هذك التين الشوكي إلى ما غير ذلك بالتقاطر قد هكب سبعين اشتريته أنا أنا أنت قلت التين الشوكي أنا بسميه بالتونسي الهندي 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 متاع تونس لقيته خارج تونس وعشرين معانت منت وجاء تونس رأي لبرة والله يعني أذكر زيت الزيتون معانت فما زوت زيوت معانت زيت تونسي وزيت معانت إسباني وأنا كنت معانيها في محل تجاري كبير ومعانتها وحبيت نسأل معانتها الشخص اللي واقف معانتها على الزيت هذاك يحب يختار زيت معانتها على أساس أني أحسن معانتها ما نعرفش أنا شنو زيت قطلوا أني وأحسن زيت معانا في الزيت قالوا آه الزيت التونس معانت معروف في البرة معانتها تبركلة وأرضنا ولدها كيفما بلدنا ولدها في الدكاترة وفي الرجال وفي النساء إن شاء الله إذن يزم انفتاح يعني اقتصادي بالأساس يزم الاقتصاد الريعي المتحكمين فيه يعني أقلية في تونس خلي الشباب يبتكر خلي الشباب يبدع والباحثين والسلطة الإشراف من رئيسة الجمهورية من الحكومة اليوم دورهم أكيد تشريعي وتسهيل النصوص القانونية لصالح الدكاترة تسجيحهم وتسهيلات الجيائية اليالية اليوم الضرورية حتى يعني ندفع بالباحث لإنشاء المشاريع وإلا يدخل في صلب المشاريع وهذا اللي خدمت عليه في مركز دراسية المتوسطية والدولية مع تونس سياسة خدمت على موضوع نحو إدماج الباحث في الدورة الاقتصادية عبر الاقتصاد الاجتماعي والتضامني اللي هو قطاع ثلاث وعد جدا ونجموا نجحوا فيه في تونس وقت نشوفوا المغرب الشقيقة نجحوا في الانستالاسيون بتاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وعملوا بارشة مشاريع للفلاحين والفلاحات وإدمجوهم في المجتمع اليوم اتلفتوا عملوا تحدي متاع جودة وتثمين التمور نحبوا معناتها النمبر وان في التمور رقم واحد في التمور وقالوا الاقتصاد الاجتماعي والتضامني اليوم بشو نضموا الباحثين للمشاريع هذية حتى يحسنونها من جودة التمور نعم اليوم هذية قادرين على فعل تفعيل بلتول قطاع الثالث من خلال مشروع خدمتها لي وعطيت فيه الحلول القانونية والمالية ودرست عملت حتى استبيان على خمسمائة باحث وشفت شنين مشاكل حقيقية لتفعيل المشروع هذية شكرا بركة لو فيك دكتورة والله العظيم مات الاحديث معاك الحقيقة شيق جدا ولأنه مرتبط بحياة المواطن بشكل مباشر معناها إذا كان قمنا بتثمين البحوث العلمية للأسف شديد معناها وقت الحصة انتهى سعدت كثيرا باستضافتك دكتورة ابتسام من عمارة من المعهد العالي البيوتكنولوجيا بسفيقس نجددولك التحية وتحية أيضا لمستمعينا الكرام بسفيقس عاصمة الجنوب المدينة الجميلة وإن شاء الله ربي معناها يجريها على صلاح وإن شاء الله ربي معتك كما نقوله ينور ذويتكم إذن مستمعينا الكرام نجدد التحية الخوية نوفل الشرطاني في هندسة الصوت ومحمد سيف بولعريس في الهنسة الرقمية مستمعينا الكرام إن شاء الله تونس بلادنا إن شاء الله معناها تثمن مخرجية البحث العلمي اللي قاعدين يقوموا به في تونس تونس عنا برشة بحث علمي لو كان نستغلوه ممكن نربحه على جميع الأسعدة إذن نطلقا الجامعة الجاية إن شاء الله انكتب لنا ذلك شكرا وإلى اللقاء من الجامعة نبني الوطن من الجامعة نبني الوطن برنامج يصلت الزوء على دور الجامعة وضرورة المراهنة على البحث العلمي للارتقاء بالوطن مع الدكتور طارق السالمي اشتركوا في القناة